إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم تنظيم الوقت أكيد وأولويات أن تكون المدرسة كأولوية الدراسة حتى في الويكند ما علي نضحي شوي بوقتنا وإلى الأهل ونقعد ندرس ونركز في المدرسة نحط هدفنا قدامنا ونبع لنسعة عشانا توكر على الله وبرضى الولدين وقت الاختبارات كنت تحاولي أبعد روحي عن التلفون أكثر من الأيوم العودية لازم طبعا يكون في حافز يكون يوضع لنفسه هدف وإذا وضع لنفسه هدف يشتغل عليه ما يتقا عاسو يقعد يفكر أن حطيت هدف بيستوي بروحها لازم يتعب ويجتهد علشان يوصل الشلة حطنا في بولا لكل ما اجتهد النصيب فاجتهد على روحك تعبقى سوقالي تبي عشان تحصل اللي تبي تشتغل على روحك تشتهن توصل حق اللي تبي طبعا هو شي بيئة المدرسة والمدرسين موجودين فيها واجتهادوا بذل المجهود الطيب يعني السبب الرئيس في وصولي اللي وصلت ليه هو القرآن الكريم القرآن لما الإنسان يخلي بينه وبينه وبين القرآن علاقة يشوف التوفيقات مفتحة في كل أبواب في كل مجالات الحياة يعني أول حقا لازم يكون في موازنة بين الصلة والابدت والدراسة لازم يكون في الدراسة تخصيص أوقات لكل المواد ويعني اجتهد في كل مادة تدريبات حال اختبارات والدراسة أول بأول وعدم تأقيل المواد من أهم الأسرار حق النجاح وتنظيم الوقت لأن تنظيم الوقت يعني ما بيخلي اليوم فقط 24 ساعة بيضاعفها أكثر من 24 ساعة وبيخليك إنه مو بس حق تدرس بعد تمارس هواياتك ويعني وقت يعطيك وقت حق الراحة